السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة لازم تعرفها عن اللي بيحصل في الخليج العربي الحقيقة المواضيع في الخليج العربي مشتعلة للغاية بس خلي بالك اخطر ملاب في الخليج من وجهة نظر يعني هو التواجد الامريكي المكثف في الخليج العربي وصاد الحرس الساوي الايراني وان امريكا ودت قوات وانا قلت احرارك ان الخليج واقف على طلقة امريكا تسمع ان ايران اطلقت ان ايران على حاوية نفط وبتحاول تختطفها اقوات الامريكية هتتحرك لمحاولة نجدد حاوية النفط دي بكل ما تملك من قوة لان خلي بالك امريكا ودت F-35 امريكا ودت F-22 للاردن امريكا بعتت A-10 وحتى بعتوا طائرات هارير وده الجديد اللي معانا من نهاردة بعتوا طائرات هارير وبعتوا طائرات الستطلع اللي هي P-8 بعتوها برضو للخليج العربي فتواجد امريكي كبير واي يوم حاولة اختطف ايرانية محطوش على المنطقة بشكل كبير جدا صح؟ ده اللي بنتفق عليه بس اي رأيك برغم كل التواجد ده ايران بالفعل اختطفت حاملة نفط جديدة او حاوية نفط جديدة والحقيقة ان الموضوع ده زاد اشتعال الخليجي لدرجة الاعلام الامريكي النهاردة عمال يصف الحركات الايرانية انها ممكن تؤدي لاشعال الصراع في الخليج ايه اللي حصل في الخليج بزبط؟ ويعلقة مصر بالخليج والمقاتلات المصرية باللي بيحصل بين امريكا وايران هاستعرف؟ هاقول لك لازم احكي لك القصة من الاول الجديد اعلام وسائل اعلام الرسمية ان القوات البحرية في الحرس الثورية الايراني احتجزت سفينة تنقل وقودا مهربا في مياه الخليج بان طهران ستتسلم الدفعة الاولى من الطائرات المقاتلة الروسية سوفور 35 قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا يقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة انهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح ويمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم عليها ففيه شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك على طريق الصح بس المحتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلف وتدور بلعكس هتروح للشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة وعوز اقولك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة الجديد بقى عند ابشر ان هم مش بيساعدوك فقط ان انت تأسس الشركة في الامارات في السعودية كمان ده الحاجة الجديدة والخدمة الجديدة اللي بتقدمها لك ابشر مش بس كده وخلي بالك لفترة محدودة جدا ابشر بتقدملك استشارات مجانية تقدر تعرف من خلالها كل المعلومات اللي محتاجها قبل ما تأسس الشركة بتاعتك عشان ابشر تكون موجودة معاك خطوة بخطوة حسيب لحضراتك الرابط داهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص الخليج العربي الحقيقة اول حاجة عاوز اقولها لك ان انا معي ثلاث قصص النهاردة مش قصة واحدة يعني انا معي ثلاث ملفات بتعرف بيها الدنيا ماشي هزاي بخليج العربي هبتدي باول ملف وهو قصة ظريفة كده ايران بتطور البرنامج الساروخي بتاعها خلاص وايران مستمرة في تطوير البرنامج الساروخي بتاعها خاصة ان هما بيقولوا يعني ان الامريكان اتطلعوا ان روسيا بتنقل تكنولوجيا لايران يعني مش بس بتبعت اسلحة لا بتنقل تكنولوجيا والدليل على كده ان ايران قدرت تطور منظومة الساريخ بتاعتها بدرجة انها حصلت على منظومة ساريخ بفرط صوتية او هايبرسونيك مثل اللي هي ساريخ اعلى من سرعة الصوت خلاص فالموضوع ده تكنولوجيا ايران مكادش عارفة تحط ايديها عليها فجأة كده بعد حرب روسيا اوكرانيا ايران بقى عندها منظومة ساريخ كبيرة جدا وسريعة جدا ساريخ هايبرسونيك تقدر تدرب بيها اسرائيل فالموضوع ده باين جدا التعاون الايراني الروسي خاصة من بعد تعاون ايران وارسلها اسلحة لروسيا لمساعدتها في حرب اوكرانيا كلام ده كله جميل ايه اللي حصل بقى ايران لازم تعرف عشان تنتج اي سلاح مينفعش انها تنتجه مية في مية داخل الاراضي الايرانية اي سلاح ايام كان هو ايام حتى المسايرات الصغيرة دي اللي هي مهاجر ستة او شاهد 136 اكتشف فيها مكونات غربية فايران عشان تنتج سواريخ لازم بعض الاجزاء خاصة في المحرك لازم تجيبها من الخارج فايران حاولت عن طريق شبكات تهريب الحرسل الايراني انها تتعاقد على منظومة محركات او المواتير يعني بتاعت سواريخ وتجيبها تهربها من دولة خارجية خاصة والحقيقة ان ايران بالفعل لقيت شركة ممكن تساعد في توريد المحركات دي فبعتوا للشركة وخلي بالك المحركات دي بتتهرب من اوروبا مش كأنها محركات سواريخ لا هما بيشتروا محركات ويفككوها وينتزعوا منها بعض الاجزاء يحطوها ويصنعوا منها محركات ساروخية فكلموا شركة قالولوا احنا عاوزين محركات او مواتير نستوردها من عندكم فالشركة قلت لهم اوي اوي انتو عاوزين كم محرك قالولوا احنا عاوزين الرقم بفلاني قالول لهم ناشي وعا فكرة القصة دي مكتوبة في طايمة وازرائيل فالحقيقة ان الشركة بعتت المحركات دي اللي ايران المفروض هتعدلها او تفكك بعض من اجزاءها وتصنع منها محركات سواريخ طهران في اتهامتها تحدثت عن دور الموساد عبر مورد خارجي هدف اسرائيل من دس تلك القطع المعيبة التسبب في تعطل وتفجير الصواريخ الايرانية قبل استخدامها اكتشفوا ان المحركات دي ملغومة ملغومة يعني المهندس اللي هيفك المحرك ده هتنفجر في قشه يا اما ممكن يفكها ويعمل منها محرك صواريخ واول ما يجي شجل الصالوخ الصالوخ ينفجر في قشه او ده اللي بيقولوا الاعلام الصهيوني ما قالوش هده ايه كام شحنة صواريخ او شحنة محركات صواريخ الشركة لا يتابع على جهاز الموساد دي ارسلتها لايران بس كل اللي طلع ان ايران اكتشفت الموضوع ده في اخر لحظة وضعات اطلاعات وضعات دفاع تونستت قبل از ورود این قطاعات به صناعي مشاكي انها رو كشف رسد خونه و اجازه بده كشبكه رجم سانسي كار خودش بخيال خودش انجام بده ادامه بده و این قطعه های معيوب وواده صناعي طبعا ايران بتقولك احنا براقبين الموضوع من الاول وكانان بفرقة ده كله بس هم بيقولوا ان هم اكتشفوا الموضوع ده في اخر لحظة بحث ان اسرائيل او جهاز الموساد كان عاوز يفجر كل السواريخ الايرانية تقريبا او كل مصانع السواريخ الايرانية اللي بتشتغل اي مصنع كان يجيله المحرك ده عشان يشتغل عليه كان همفكر في وشه فده اللي كانت اسرائيل بتعمل عاوز بس واريك قدي اسرائيل عاوزة تختارك ايران بشكل او باخر تاني قصة هي قصة اشتعال الخريج ايه اللي حصل بصبت؟ اللي حصل ان ايران كان عمال بقالها فترة كده عمالة تختطف او تحتاجز حوايات نفط امريكا بتقول ان كل ده بيحصل نتيجة لتخفيف تواجدها العسكري في الخليج العربي وانها حركت بعض القطع العسكرية بتاعتها لمكاحة الصين وروسيا فحركت القطع دي خاصة بعد انسحاب امريكا من افغانستان وانسحاب النيتو من افغانستان بس هي امريكا تتركت الموقف بعد محاولات احتجاز حوايات النفط دي مزايدت جدا بتكلم فوق الـ 22 محاولة احتجاز حواية نفط فامريكا رجعت تواجد العسكري بتاعها تاني في المنطقة هي ان بعد تواجد العسكري الامريكي ده ايران النهاردة عن طريق ايران انترناشنل وعن طريق ايران بريس منزلين مقالات يقولك طلع وزير العدل الايراني اسمه مشتبع غرامني طلع وصرح وقال ان ايران او الحرارة الايراني احتجز حاولة نفط جديدة وما قالش اي تفاصيل ولا قال هو احتجزوها فين؟ هل مثلا على حدود ايران؟ هل عند موديك هرمز؟ ما قالوش؟ طب جنسيت السفينة ما قالش برضو طب الناس اللي احتجزوهم هو قال ان هو احتجزوا اربعة كانوا على متن السفينة دي بس ما قالش برضو هي ايه؟ يعني هم دول جنسيتهم ايه؟ ايرانيين مثلا؟ كل اللي قالوا ان ايران نكحت بعد التوجد الامريكي انها تحتجز حاولة نفط جديدة في خليج العرب السلطات الايرانية لم تكشف عن هوية السفينة وتاريخ العملية لكنها اشارت الى ان سفينة كانت تحمل على متنية اكثر من خمسين الف لتر من الوقود ده كارثة يعني سلوك ايران ده كارثة ايران مش همامها اي حاجة واحنا كده داخلين على ان المنطقة هتشتعل صح؟ لا ليه؟ بحركات ايران دي لازم تعرف ان فيه مفوضات شغالة طب عرفت ان فيه مفوضات شغالة بين ايران وامريكا؟ صح بسيط جدا هي رويترز النهاردة بتقولك ان معدلات تصدير النفط الايراني تتزايد بشكل كبير وان ايران هتبتقي تستعيد انتاجها وصادراتها من النفط ما قبل العقوبات الامريكية حالي بقى لك كان فيه اتفاق نووي بين امريكا وايران بفضله ان ايران تفضل تصدر النفط بتاعها زي ما هي عاوزة طب ايران كان بتصدر ادي ايه؟ 3.5 مليون برميل في اليوم في ظل الاتفاق النووي ده جي دونالد ترامب انسح من الاتفاق النووي ده فالمفروض ايران مبنوع تصدر اي نفط بس دلوقتي صادرات ايران النفطية تجاوزت 3 مليون برميل ودخلها 3.5 مليون برميل في اليوم صادرات نفط ايرانية الاغرب في الخبر عشان بس تعرف ان رويترز ما بتستهونش بخبر ده الخبر ده ان ايران مش بتودي كل النفط بتاعها للصين لا بتصدره الدول تانية كمان يعني ايران ما بقيتش فقط تعتمد على الصين عشان هي الدولة الوحيدة اللي ممكن تاخد منها نفط لا تتكلم ايران عاوز النفط بتاعها وتتوقع تهران زيادة انتاجها الى 3.4 مليون برميل في الاسباع المقبلة حسب ما صرح وزير النفط الايراني مؤخرا للجنة الطاقة بالبرلمان الايرانية طيب هنا رويترز بتقولك ده اكيد اكيد مفيش جراحل ليه يا امريكا بتسمح لايران بتهريب النفط لان احنا داخلين على انتخابات امريكية وجو بايدل مش عاوز اسعار النفط تأثر على الانتخابات الامريكية باي شك او يقلل من شعبيته فبيغمد عينه عن الموضوع يا اما تحليل تاني طرعت بي رويترز لما استضافت مسئول امريكي ولا لا خالص هي الظاهر ايراني بتاعت تبتدع اساليب جديدة يصعب على الامريكان تتبعها ازاي قالك والله بيحركوا مركب بتاعتهم ويوقفوها لفترة ويغيروا او يلعبوا في الجي بي اس الجي بي اس اللي هي ايه خراية التحرك يعني فالسفينة دي بتطفي الجي بي اس او اجهزة التتبع وبعد كده تتحرك في منتجه السرية للدولة اللي هي رايحة لها فبيتغلبوا على نظم المرابع الامريكي انا مصدقش حاجة زي كده ليه امريكا اللي عايزة توقف صدرات النفط توقفتها والدليل على كلامي ان امريكا نجحة انها توقف صدرات النفط بعد ما دونالد ترامب انسح من الاتفاق الناوى فما تجيش تقولي اصلا امريكا مش عارفين زي ما هم بالزبط لو عاوزين يوقفوا تهريب ايران للاسلحة بتاعتها اللي حواثين حيوقفوا بس هونش عاوزين زي ما بقولك كده ما بص ما تجيش تقنعني ان اقوى دولة في العالم واقوى بحراء في العالم مش عارفة توقف دولة من انها تهرب حوايات نفط اصلا ايران مش بتهرب اجزاء اسلحة حويت نفط امريكا مش شايفها؟ هنهرج يعني احنا كنا بنهرج يعني فالكلام بتاع رويترز ده ما تشتريهوش قوي هو الاقرب ان امريكا بتسمح لايران بتهريب النفط طيب مقابل ايه؟ مقابل دلوقتي ان امريكا عاوزة تهدي الوضع مع ايران وعاوزة ان ايران تهدي اللعبة في الخليج وتجنح للسلب ولو خدت بالك من التصرحات الايرانية ما فيهاش اي نوع من انواع المضايقة الخليجية يعني المسؤولين الايرانيين قبل كده في السابق اي مسؤول ايراني يطلع كنشطن فالخليجINE دلوقتي بالجايفس يجيبش سجل الخليج خالص كل هدفه اسرائيل وامريكا الخليج اسم مبيجيبش على لسان اي مسؤول ايراني دلوقتي خالص! أنا بقولش السعودية أنا بقولك الخليج كلو مبيجيبوش سجد الخليج خالص والدليل على كده لازم تعرف ان السفير الايراني دلوقتي يرحل السعودية عشان يتسلم مهام منصبه في السفارة الايرانية في السعودية دلوقتي ما بكلمك الخبر لسه طالع ان السفير الايراني رايح السعودية كل الكلام ده ماشي ما المصر وما الكلام ده كله احنا ما لن احنا هي الموضوع محقد شوية ليه بقى اصلا بحب اخلي الحكاوة الحلوة في الاخر من فترة كنت اتكلمت لحضرتك وقلت لك ان مصر كانت اشترت 24 مقاتلة سخوي 35 من روسيا وجدت بعد كده امريكا على ايد وزير الخارجية في الوقت ده مايك كومبيو بعد رسالة كان كاتبها دورالد ترامب للرئيس السيسي قاله بلاش صفقة السخوي خمسة عدد دي بلاش منها لان لو انت اخدت المقاتلات دي حيتفرد قانون كاتسا وحتخش مصر في قانون كاتسا وقانون ده لمعاقبة عداء امريكا والكلام ده كله فبلاش ان انت تدخل نفسك في الموضوع ده فحيق رئيس السيسي مطلعش بانه رد حسب الاعلام الامريكي ما ردش بس مقاتلات ما جتش اللي انا عرفه وده اللي بيقول الاعلام هل ممكن تكون جدا وانا معرفش ممكن لان في الاخر انا بستند على اعلام انا مش بستند لمصادر تانية فالمقاتلات ما جتش لمصر اول ما مقاتلات ما جتش لمصر ايران حطت عناها عن مقاتلات دي حوزايا هما 24 مقاتلة جهزين ومحطوطين في الهناجر الروسية ايران حطت عناها عليهم كل الكلام اللي انا قلتو ده قلتو ميت مرة بلي كده ماشي بس ايران لما جات تطلب الصفقة دي من روسيا روسيا هيتلقى ادفعي ثمن المقاتلات دلوقتي وانا بعتهم لك على حسن الموقع اللي حالك شايفو ده وحطهو لك فول سكرين ان ايران دفعت ثمن الصفقة مقدما نصر الموقع لسه نازل جديد ايران دفعت ثمن الصفقة كاش عزين ل 24 مقاتلات دول ليه لان ايران تمتلك اضعف سلاح جو في منطقة الشرق الاوسط كون كل الطائرات او المقاتلات انا بتكلمش على المصائرات انا بتكلم على الطائرات ومقاتلات الايرانية هي مقاتلات قديمة جدا اف فور وحاجات تعبان هاد وفانتوم حاجات كده من ايام حرب 73 فالمقاتلات الايرانية موت هالكة اصلا اصلا ايران كل سلاح الجو بتاعها مابنية عن المصائرات انما المقاتلات ما عندهاش فايران استغلت انها بتتعاون مع روسيا دفعت ثمن الصفقة كاش هل اتضغط عليها من اسرائيل مثلا اسرائيل ضغط عليها من اسرائيل مثلا اسرائيل ضغط عليها هل السعودية ضغط على روسيا هتلاقي ده احنا معاكي في اوبيك بلاش تبعاتي مقاتلات هل يخليك ضغط على روسيا متعرفش هل المقاتلات رحت في السر المصر متعرفش مقدرش عارف بس كده لعقوا كده الصفقة ويقفت وانا طلعت اولت حالك الصفقة ويقفت روسيا ما سلمتش المقاتلات والاعلام الاسرائيلي تلاقي اكد الموضوع ده المقاتلات ما وصلتش ايران ده صحينا بيقوله كده مقاتلات ما وصلتش ايران حل دلوقتي ايران وصل لها نوع تاني من المقاتلات ايها مقاتلات تدريب اسمها ياك 130 اس هي نوع احدث من الياك الياك دي طائرات تدريب خفيفة ايه مفاش تكنولوجيا مقدمة ولا حاجة فوربز النهاردة بنزلها مقالة تقولك على فكرة المقاتلات دي يعني مش السخوي 35 يعني هي ليه ايران فرحنة ومصر على الصفقة دي ايه 24 مقاتلة ياك 130 بس الكاتب بتاع فوربز بيفجر مفاجئة بيقولك لو ايران هتمتلك سخوي 35 يجب انها تمتلك طائرات تدريب الياك 130 فلازم تعرف ان الطائرات دي مقدمة لوصول السخوي لايران او ده اللي بيقوله محل فوربز يا اما ان ايران هتنتج السخوي عندها في الاراضي الايرانية لان ما تكنعنيش ان ايران حتى لو عدمت على المقاتلات دي وخلتها مقاتلات تقيلة مش هتسعيفها دول 24 مقاتلة بس لو خدت بالك من رقم ان هو 24 مقاتلة ياك 136 هو نفس العدد بتاع مقاتلات المصرية سخوي 35 فهل انا معرفش هل تصل المقاتلات المصرية سخوي 35 للاراضي الايرانية ولا ايه ولا ياك دي مقدمة لانتلاك ايران مقاتلات اخرى غير السخوي او انها تنتج مقاتلاتها عندها في الاراضي بتاعتها حدش يعرف بس لازم تعرف ان مقاتلات التدريب دي اللي حصلت عليها ايران ما بتخدمش اي نوع او اي اطراز موجود في السلح الجوة الايرانية يعني شو مساء حيتدربوا على المقاتلات دي عشان يروحوا يسوقوا الاف فور مثلا او الفانتوم خالص الياك دي دي طيارات تدريب لطيارات مقاتلات روسية من الجيل الرابع يعني تتضرب على الطيارات دي عشان تتضرب ازاي سوء مقاتلات من الجيل الرابع الروسية فقط روسية مش اوروبية فالكاتب بيقولك هم محلية ايران هتبتقي تنتج وتصنع المقاتلات دي عندها يا المقاتلات المصرية هتوصل لها كده او كده متعرفش اللي هيحصل بس المفاجأة الكبرى بس تبقى عارف الدنيا مش ازاي ان ايران كدتحطى عنيها على المقاتلات دي اللي هي الياك 130 اس من 2019 ده اللي بيقوله برضو كاتب فوربز بيقولك ان عندنا معلومات ان المقاتلات دي ايران كدتتفق عليها من 2019 قبل حرب روسيا اوكرانيا وقبل الكلام ده كله وكانت بتكلم الروس عليها والروس كانوا رافضين يبعتوها طيب بعد الياك 130 ايران عاوز ايه عاوز الاس 400 من روسيا طيب بعد الاس 400 عاوزين الدبابة لتي ناينتي يا يصنعوها يا روسيا تبعتها له ده المعلومات اللي كانت عند المخابرات الامريكية من 2019 على حسب جريدة فوربز كده وكده هنشوف اللي هيحصل دي اخر اخبار المقاتلات المصرية اللي محدش عارفها فين اختفت ومش لقينها ودي اخر اخبار ايران يا رب اكون شرحت الحراكة المنطعة بشكل مبسط ويا رب نصر مصر رب نصر العرب تحية مصر سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة وصاب سيف شاطر وصف حارس عليك يمين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين